أخير محمد وأهلا وسهلا بكم إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي والتي نستهلها من السعودية أين تدول نشاطاء اذ تصدر وسم ترحيل اللبنانيين مطلب وطني الترند لساعات عدة وشهد تفاعلا كبيرا بين المغردين من داخل السعودية وخارجها نستعرض بعض التغريدات والبداية مع نايف الذي غرد قائلا لبنان للبنانيين والعراق للعراقيين ومصر للمصريين والسعودية يجب أن تكون للسعوديين ليس حقدا ولا كرها لأحد ولكن هذا هو الأصل في المعادلة أما نواف غرد قائلا يجب علينا ترحيل شعوب الدول التي تعادين أو لا تقف معنا في حربنا ضد إيران يكفينا مجاملة على حساب أمننا الوطني لكن شركس كان له رأي آخر إذ كتب مغردا لا علاقة للشعوب بالأمر الشعب اللبناني ضحية وليس مجرما قادتنا ومن معهم يعتزمون تخليصها من شبح حزب الله الذي دمر هيبة الدولة كما يقول شركس وتدول المغردون مقطعا للمغرد عبد الرحمن المطيري يقول فيه إن السعودية ليست بحاجة لكفاءات من خارج الدولة نتابع هذا المقطع من حسابه على تويتر لا تعتقد ولا واحد بالمئة إن السعودية بحاجة لوقفتك في أي مشكلة سياسية إقليمية اقتصادية في أي شكل من الأشكال السعودية من أقوى دول العالم ولديها أفضل كفاءات في العالم ولديها كل الريسورس وكل الأدوات التي تحتاجها لتكون دولة متقدمة أنت تعالى أنت إنسان ترجعنا للخلف ولا أسنا بحاجاتك لكن في المقابل انشغل اللبنانيون بالتغريد على وسم سعد الحريري في رحلة بحث عن رئيس حكومتهم المستقيل من الرياض هجام ملحم كتب قائلا وأخيرا القصة الحقيقية لاستدعاء محمد بن سلمان لسعد الحريري إلى السعودية وإرغامه على الاستقالة ثم احتجازه كما يرويها الصحفي ديفيد أغنيتوس في صحيفة واشنطن بوست أما دليل عبيد فتساءلت عن مصير سعد الحريري لو كان سعد الحريري حرا في السعودية لماذا هذا التكتم على مصيره ولماذا لا يظهر إعلاميا لتكذيب كل الإشاعات ولماذا هذا التأخير في تبيان الحقيقة نختم بقصي الذي أشار بعد أن قال في وقت سابق أن سعد الحريري ليس قيد الإقامة الجبرية وزير الخارجية الفرنسي يعود فيقول إن باريس تأمل أن يكون الحريري حرا نهاية فقرتنا وعودة إلى محمد لاستكمال فقرات الصباح شكرا لك عبد القادر